مش هتقدر تكمل حياتك وتتعلق وتداوم العمل بالفهلاوة لازم بالعلم وعشان كده العلم هو اللي بيبقى هو اللي بيخلي الإنسان يستمر والحياة طول الوقت متحركة يعني وانا أقبل مثلا لابن عنده خمس سنين مثلا غير لما أكون أقبل لصاب مراهق فأنا محتاج في الأول أتأهل للتعامل مع الطفل والأهل للتعامل مع المراخ وأتابع الجديد اللي في كل وقت عشان أتعلم عشان أقدر أقوم بدوري كأب وقيس على ده في العمل وقيس على ده في العلاقات وقيس على ده كمان في العلاقات الزوجية كل ده محتاج الإنساني تطور يبقى الناس بتشوف أن الزكاء كافي وكافي عن الكفاءة فيه ناس بتشوف أن الكفاءة دي مكلفة السبب التالت بقى اللي بيخلي الناس تقبل على الفهلوة بهذه الكسرة العجيبة اللي تخلي فين دلوقتي تلاقي حاجتين على فكرة الفهلوة دي مش طبع في بلدنا الفهلوة دي موجودة في كل البشر والطريق القريب لإيه الناس بتعتبروا الطريق القريب للكسب السريع يعني من الفهلوة مثلا إن واحد يعمل إيه بدلا ما يروح يشتغل في حاجة حقيقة يشتغل في الحياة اللي بتعمل إيه اللي بتعمل ربح من ولا شيء يوح يشتغل في تسوق الهان رومي مثلا وما يروحش يتعلم مهنة حقية وعمل فني حقيقي عمل يخرج المهارات اللي جوها وعشان كده بيخشى بعض الناس اللي بيخليهم بقى يروحوا للفهلوة بيخاف بعض الناس إن الكفاءة تخليه إنسان مش لطيف يعني إنسان جاف لكن الكفاءة على فكرة ملغاش دعوة بالرخامة على فكرة ملغاش دعوة بالقسوة ملغاش دعوة بإن أنت تكون إنسان بتأذي حد أو بتدايق حد عشان تبقى كفء مش لازم تبقى وجهك عبوس بشكل صحيح لازم تبقى لطيف ومرن لو أنت كفء في الحقيقة لأن أنت ملتقاش لعندك تهديد لأن أنت عندك مهارتك اللي ممكن تؤدي بيها إحنا محتاجين نكون أكفاء في أعمالنا في حياتنا في علاقتنا عشان نعيش حياتنا بشكل سعيد صحي سليم سعيد هو ده اللي يخلينا نعيش بهذه الصفات الكفاءة الكفاءة اللي تخلي الواحد يستطيع يخرج من الأزمة إلى الساعة نعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوف شوية إجراءات كده تسهل علينا إزاي نقدر نكون أكفاء أول حاجة أعمل اللي أنت شاطر فيه اللي عندك مهارة فيه اشتغل فيه وطوره وعشان كده بقول للأباء والأمهات بلاش تتغطوا على أولادكم يروحوا كليات علشان أنتوا عايزين كده خلوا الأولاد يعملوا حاجة اللي شاطرين فيها عشان ما يبقوش فهلوية كل ما تتعود أن أنت تعمل حاجة اللي أنت شاطر فيها واللي أنت عندك مهارات فيها أتلاقي الحياة بتتسع وتلاقيك نفسك سعيد وتلاقي نفسك منشرحة وتلاقيك وتلاقيك ما بتقوحش في المظلومية لأن أنت ماشي في الاتجاه اللي أنت بتحبه والاتجاه اللي أنت بتحبه ده بيوسع عليك الحياة وعشان كده ما مش هيبقى بلك مشغول أن أنت بتتمنى حاجة وبتعيش في حاجة لا أنت بتعيش في الحاجة اللي أنت شاطر فيها وبتتمنىها فحط حلمك على اللي أنت شاطر فيه إيه اللي حاصل هيخلي لك الحاجات اللي أنت بتتمنىها تحصل وكمان تتطور وكمان تنمو وتحس بأنك أنت مشاء الله ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك وأمدك بمدده دي بقى تاني أول حاجة عيش واشتغل في اللي أنت بتتقنه لأن قيمة المر بما يحسنه فخليك يشتغل في اللي أنت بتتقنه وبتحسنه تاني حاجة كل يوم تعود تتعلم شيء جديد في مجال شغلك أو في مجال الأعلاقات ومجال ألاقتك بذاتك لما يحصل ده وطبعا أول حاجة لازم تتعلم فيها حاجة ألاقتك بما أولاك سبحانه وتعالى كل ما تتعود أنك تتعلم كل يوم شيء في المجالات دي كل ما تحس أن أنت مش محتاج للفهلوة لأن السعادة اللي هتحصل لك بالعلم والمعرفة هتخلي عندك نشوة وتخلي عندك دوبامين ما يخلكش محتاج لإيه للفهلوة اللي أنت في بعض الأحيين بتستخدمها عشان تحس بذاتك خالص أنت بتحس بذاتك أنت نفسك الأمرة بسوق هي اللي بتنفخ ذاتك وبتنفخ هواك الحياة الثالثة افتكر دايما أن عملك أي مكان سواء في الشغل سواء في البيت سواء في الطريق سواء مع أولادك سواء كان كلمة هتقولها للناس كلمة هتنشرها على السوشيال ميديا افتكر دايما وردد على قلبك فسار الله عملكم والرسوله والمؤمنون فانت طول الوقت منظور من الله سبحانه وتعالى هقول لك إجراء مهمة جدا جمان أن أنت تتخلص فيه من الفهلوة أن أنت تسمع أكتر ما تتكلم كل ما تسمع أكتر ما تتكلم كل ما تقل الفهلوة كل ما تحس أن أنت مش في كل موقف لازم تيبقى ليك كلمة وليك موقف وليك حاجة كل ما هيقتر الصمت في حياتك كل ما هتقل الفهلوة لأن الصمت ما بيكونش إلا مع الحكماء والفهلوة مش من شيمة الحكماء الفهلوة من شيمة المخادعين اللي هم بيهدروا الأمانة ولا ينظروا إلى رب العالمي يا رب جعلنا من أهل الأمانة وجعلنا دائما من أهل السلامة وجعلنا يا ربنا دائما نكون من أهل الطاعة وجنبنا يا ربنا سوء الندامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين